اشتركوا في القناة الحزام السياسي للحكومة المرتقبة على قاعدة هذه الأهداف والانتظارات حتى تنال ثقة واسعة وثابتة في مجلس نواب الشعب باعتباره السلطة الأصلية تضم كفاءات عالية ومستوعبة لخصائص سياسي منسجم ومتناغم مع نتائج الانتخابات ممكننا هذه المنهجية من العمل مع الشركاء على السياغة برنامج حكوبي مستوعبة وعلى السياغة لم يفرقش بين ألف القمارية فاراليز من فرم رجل غنونش يزيد في خطباته عنده بارشة أغلاط باللغة العربية الله ما صلي وسلم وبرك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وهتد بهذه اليوم الدين النهضة هذه قصة نجاح ليس هناك حزب يسلخ من عمره خمسين سنة النهضة هي قصة نجاح ولكنه نجاح نسبي وليس نجاح مطلقا فليس نجاح مطلقا خمسون مش خمسين دعوته مش ودعوته ذاك على الرسول صلى الله عليه وسلم كنت لجنة اللي يقولها صحيحة زيادة لجنة هي لجنة ايه لجنة ذاك دي ما يقول لجنة خطره لخص انه يقول كلمة لجنة برش أكثر واحد يعمل أغلاط باللغة العربية تعرفوه شكون ولا لا شكون حسين العباسي أمين عام سابق للإتحاد اللي عم تنصي للشغل وما يزيد منه بخرا أن هذا المنجاز يأتي بعد أن أنصفنا التاريخ هذا بالإضافة إلى الاستعراف الظلمي معناها الاعتراف وتزايد الاحتقال وبروز ظاهرة الاعتداءات عمليات الإرهابية التي استهدفت قواتنا العسكرية والأمنية الاستعراف هي الاعتراف وقال الاستعراف استهدفت قواتنا قواتنا هو على الأخير أكثر واحد هو حسين العباس يجب علي المسترجيات رئيس الجمهورية قيس سعيدري دي ما يحكي باللغة العربية ولكن دي ما احنا في مخاخنا ما يحكيش بالدرجة لازم تحكي بالدرجة خاصة في حواراتك ويفاجئنا هو ساعات أنه يكسر اللغة العربية ويحاول يعطي أمثال بالدرجة ولكن هو يحكي بالدرجة تحسوا أنه يحكي بالعربية ما تنجمش تفرق هذا كل ميطان بتاعه أنا ننساش أبدا الفترة اللي قدناها مع بعضنا للتاريخ مرة في وقت من الأوقات وحتى للتاريخ نحب نذكر أمام عدسات التلفزة أني ما ننساش أيضا الشباب اللي وقف في سناء الفيمو الساعتاش يتهيئلهم البعض وأني نسيت ولكن يتهيئلهم صبرا جميل في وقت من الأوقات الألم وقت تنزل على السنيك وتحط كردون وتكسر تسنيك نتيجة الألم ما تحسوا يحكي بالعربية شكاعد يقول فرقة تكسر تسنيك تنزل على الكاردونة تكسر تسنيك نتيجة الألم الألم ما هو يكسر تسنيك الكاردونة كسرت تسنيك الكاردونة متاعش تكوني هذي الحبل نعرف كاردونة يعني كاردونة الحاملة الانتخابية دايلك لم هذي مش بالحاملة الانتخابية بعد في جانفي 2020 هش حاب يقول به والله أعلم هو يمكن يقصد على النوع جديد من العسكر هو الحرس هو يحبي يحبي يجيب يحبي خليك شناتي اختراحات سكوحي سيبوه نهار كفين نهار كفين سيئي كنابتي في السوسور وهو بارش أغلاط من اليوغلطو بارش حتى نريد نتبو بأمين نريد نتبو بأكثر نريد نتبو بأكثر نريد نتبو بأكثر يحكي خطابيتو بالدرجة بالدرجة قاية سعيد عند وغلاط أخرين كيف كيف منصف مرزوجي كان يوغلط بارشة رئيس الجمهورية السابق كان يوغلط بارشة في اللغة العربية وانتو كا احنا سياسينا واللغة يوشاهد كيف كيف يوغلط في اللغة العربية تحصل شوية توا من فاول يتكلم أكثر بالدرجة كلهم تقريب كل السياسيين يوغلطوا في اللغة العربية وكي يتكلموا بالانجليز ولا بالفرنسيس فما اللي يحسن لغة الفرنسية والانجليزية خير وما يحسنش لغة العربية وفما المينيج بهمش الزوز الثلاث ما يحكي حتى لوغ حتى بالدرجة بالسيماس شكرا لك هزة